بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فترة كده ظهر تطبيق chat GPT وهو اختصار generative pre-trend transformer وهو عبار عن تطبيق درداشة باستخدام الزكاء الاصطناعي اللي هي بنسميها بالانجليزي artificial intelligence وبنختصرها بالحرفين اللي هما AI وطبعا معظم الناس حاولت انها تسجل عليه وتعمل حساب بس ظهرت مشكلة انه محزور في معظم الدول وخاصة الدول العربية وعلشان كده الناس بدأت تدور على تطبيقات بديلة والحمد لله ظهر ان فيه العديد من البدائل بس للأسف معظمها مدفوع والقليل منها هو اللي مجانا واليوم بإذن الله هنتكلم عن واحد من اهم تطبيقات الدرداشة باستخدام الزكاء الاصطناعي وهو تطبيق فيه العديد من المزايا ومن اكبر المميزات اللي فيه ان الشركة اللي قامت بانشاؤه او بتطويره هي شركة مايكروسوفت وطبعا كلنا عارفين شركة مايكروسوفت والمميزات التانية ان هو متاح بالمجان فيه تقريبا كل الدول واستخدامه سهل جدا زي ما هنشوف ومن خلال الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نستخدمه فيه حل بعض مسائل الاحصاء وطبعا بالتأكيد هو يمكن استخدامه فيه حل العديد من المسائل فيه مقررات كتيرة جدا وطبعا علشان تفتح التطبيق لازم تفتحه من خلال متصفح مايكروسوفت ايج وبمجرد ما تفتح التطبيق هتكتب كلمة شات بنج اي اي طبعا بنج اي اي ده هو اسم التطبيق هتفتح معاك القيمة دي تبدأ تختار اول رابط ده اللي هو بنج دوت كوم سلاش شات هتفتح معاك التطبيق بالشكل اللي قدامنا ده طبعا انا علشان مسجل حساب عليه ففتح معايا على طول لو انت مش مسجل حساب على مايكروسوفت هيتطلب منك الاول ان انت تسجل الحساب المهم فتح معاك التطبيق كده بالشكل ده طبعا هنا بتيجي تكتب السؤال اللي انت عايزه وبعدين هو بيبدأ يرد عليك وطبعا زي ما احنا شايفين ان عدد الحروف المسموح بيها هم الفين حرف بس ويفضل انك قبل ما تبدأ تختار الكونفرزيشن ستايل ففيه زي ما احنا شايفين كده تلاتة اول واحد اللي هو الكرياتيف تاني واحد اللي هو بالانسيد تالت واحد اللي هو مور بريسايس طبعا لو انت مش عارف الفرق بين التلاتة ممكن تختار المور بالانسيد الاول لو انت عايز حاجات كرياتيف اكتر بتبدأ تختار المود الاول اللي هو الكرياتيف لو هتعمل تشات معاه فيه حاجات رياضية ومسائل ومعادلات وكده الافضل ان انت تختار المور بريسايس طيب فانا هبدأ به المور بالانسد هنا ممكن تكتب له اي سؤال هيبدأ هو يجاوب عليك وليكن مثلا انا هكتب سؤال سهل كده هقول له مثلا عاصمة مصر طبعا زي ما احنا شايفين هو بيقبل الدردشة باي لغة فهنا انا كتبت له عاصمة مصر هنا ابتدى يعمل سيرشنج وطلع للاجابة مختصرة زي ما احنا شايفين عاصمة مصر هي القاهرة والميزة اللي فيه كمان انه هو بيقول لي المصادر اللي ممكن الاقي فيها المعلومة دي فهو هنا ايلي انه هو جاب من ar wikipedia.org لو ضغطت على الرابط ده هيفتح للموقع ويجب لي مزيد من المعلومات عن القاهرة وطبعا كمان بيعرض علي مجموعة من الاسئلة اللي ليه علاقة بالسؤال اللي انا سألته يعني لو عايز اعرف مثلا اهم المعالم السياحية في القاهرة هاضغط هنا وهكذا باقي الاسئلة طيب من ضمن الاستخدامات برضو زي ما قلنا ان احنا ممكن نستخدمه في حل المسائل فاحنا هنا هناخد مثلا المسألة دي كنا حلنا المسألة دي في محاضر رقم 4 في مقرر الاحصاء الهندسي وهنبدأ نحلها دلوقتي باستخدام bing ai فهناخد copy كده من المسألة ونيجي هنا نعمل paste مجرد هنضغط send هيبدأ هو يعمل processing وبعدين هيكتب الاجابة زي ما احنا شايفين كده قال the number of permutations of three numbers selected from a set of five distinct numbers is 60 ودي طبعا نفس الاجابة اللي احنا كنا طلعناها هنا طبعا في حالة ان الاجابة بتاعته كانت مختلفة عن الاجابة اللي انا حلتها اكيد الاجابة بتاعتي انا اللي هتكون صح لان انا بشتغل به الزكاء الطبيعي وطبعا الطبيعي احسن من الصناعي طيب هناخد مسألة تانية ممكن تكون اصعب شوية وليكن المسألة دي هاخد برضو كده copy من السؤال دي الاجابة بتاعتها زي ما احنا شايفين طلعت بـ 56 لو رحنا البرنامج تاني كتبنا هنا السؤال وضغط send هيبدأ برضو يعمل searching كده وprocessing لغاية ما يطلع للاجابة هنا طلع لي قال لي the number of combinations طبعا هو عارف من نفسه ان هي combinations انا مكتبتش هنا في السؤال انها combinations بس هو طبعا فيهم من صغة السؤال وقال لي ان الاجابة بـ 56 لو عايز معلومات اكتر ممكن تضغط على الرابط اللي هو حطه هنا ده هتفتح معاك الصفحة دي طبعا دي صفحة ممتازة ممكن برضو من خلالها هتحسب number of permutations او number of combinations المهم لو رجعنا كده للتطبيق تاني طبعا واضح ان الاجابات اللي هو مجاوبها دي اجابات مختصرة وطبعا في حالة ان احنا عايزين ان الاجابات تكون اوضح من كده ممكن نيجي نقول له explain the answer هيبدأ هنا يوضح لأكتر طريقة الحل باستخدام المعادلات يبقى هو ممكن يدي لك اجابة مختصرة وفي حالة ان انت عايز شرح زيادة شوية بتكتب له explain explain or explain the answer اي كلمة يفهم منها بس ان انت عايز ايه توضيح ليه الاجابة اللي هو جاوبها طبعا زي ما احنا شايفين كده الاجابة كتب كل القوانين وعوض في القوانين باختصار وبعدين طلع لنا ايه الاجابة وطبعا زي ما احنا شايفين الطريقة دي بتساعدنا ان احنا لو مسألة مش عارفين الحل بتاعها فده بيقدر يدينا حل مبدئي نقدر نفهم منه وغالبا ان شاء الله بنسبة كبيرة جدا بيكون الحل بتاعه صحيح طيب الطريقة التانية ان انت ممكن تستخدم فيها البينج AI ان انت تكون فاتح اي موقع طبعا باستخدام متصفح Microsoft Edge وبعدين هتيجي هنا فوق في اليمين هتلاقي حرف البي اللي هو اختصار بينج اول ما توقف عليها هزهر لك كده كلمة discover لو ضغطت عليها هيبدأ يظهر معاك الويندو ده وطبعا زي ما احنا شايفين تحته creative وbalanced و precise لو انا مثلا اختارت هنا creative وبعدين جيت هنا عملت paste لنفس السؤال اللي انا كنت احطه من شوية وضغطت هنا send هتلاقيه هنا يحللك المسألة طبعا بطريقة غير مختصرة وحللك المسألة بالتفصيل بالشكل اللي احنا شايفينه فيبقى دي كده الطريقة التانية ان انا ممكن افتح التشات بنج اي اي باستخدام الايكونة اللي فوق دي اللي هي على شكل حرف البي وطبعا زي ما احنا شايفين في هير التشات ممكن تستخدم compose او ممكن تستخدم insights لو ضغطنا مثلا هنا على compose هيدي لك هنا امكانية انه ممكن يكتب لك ايميل او يكتب لك paragraph على حسب الموضوع اللي انت عايزه هنا فانا هنا مثلا ممكن اطلب منه انه هو يكتب لي مثلا موضوع about kyro طيب التون اللي انا عايزها ايه هل انا عايز ويكتب حاجة professional ولا حاجة كده casual ولا حاجة funny طبعا انا عايز هنا حاجة professional اختار هنا professional الفورمات با عايز على هيئة paragraph ولا على هيئة ايميل ولا على هيئة blog post او كده طيب عايز ال paragraph اللي انت بتاعه ايه short ولا medium ولا long لو انا قلت له short هيكتب مقال كده قصير اول ما اضغط هنا generate draft هيبدأ يكتب لي هنا مقال قصير عن القاهرة طبعا زي ما احنا شايفين كده لو انت عايز تغير وتخليه مقال طويل هتضغط هنا على long وبعدين generate draft هيبدأ يكتب مقال اطول من اللي كتب المرة اللي فاتت واضح طبعا المقالة هنا اطول لو انت عايز بقى تاخدها copy وتحطها في اي ملف مثلا word ولا حاجة تضغط على العلامة دي تاخدها كده copy وتروح على المكان اللي انت عايزه تعمل لها paste طيب الابشن التالت هنا ان احنا نضغط insights طبعا insights لو ضغطت عليها كده هيبدأ يجيب لك معلومات عن الموقع اللي انت فتحه يبقى احنا كده اتعلمنا ان احنا نقدر نستخدم chat bing ai بطريقة من اتنين اما باستخدام الايكونة اللي موجودة على اليمين دي اللي هي bing discover او عن طريق ان انا افتح الموقع بالشكل ده وهسيب لكو برضو الرابط ده في وصف الفيديو اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته